السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب العزاء نكمل حل الأسئلة المرشحة للامتحان الوزاري بالنسبة لمادة اللغة الانجليزية. طلاب عندنا آآ قواعد اليونت الثاني. اغلب الطلاب يتفكر انه قواعد آآ اللغة الانجليزية الصعبة. لا هي سهلة بس يرادلها شوية تركيز. عندنا طلاب اول نقطة آآ آآ وير وديو لايك. وير وديو لايك. فراغ ديس افترنون. هنا طلاب الوديو لايك. شو بطلاب الوديو لايك. ممكن لايك انتبه عليها. هاي الوير وديو لايك. تاخذ تو وفعل وياها. يعني تاخذ تو ما تأخذ الفعل او احدها ولا بي اي ان جي. لا تأخذ تو هذه اول نقطة. النقطة الثانية. هاو اباوت Tout floor تاخذ فعل بي اي اي ان جي. ما تاخذ هاذي ولا تاخذ هاذي تاخذ الفعل بي اي اي Catholic النقطة الثالثة Hair I would rather. تاخذ فعل مجرد. ما تاخذ لخو Fall بالمت ت com recognizing جي. كذلك تاخذ فعل مجرد. تاخذ تاخذ فعل مجرد. يعني عندنا تاخذ فعل مجرد. هذه بالنسبة لنقطة سادسة. استخدم هو اباوت. احنا حتى بدون ترجمة بدون ما انت تترجم. لازم تعرف معنى الجملة شنية. عفو شيريد من عندك يعني. استخدم هو اباوت. هو قال لك معناتها استخدم هو اباوت. انت تنزل هو اباوت. نزل هو اباوت دائما يقول لك استخدمها يعني تخليها بالجملة. وتبدي من آآ و لنهاية الجملة تخليها باعوا. يعني هذا ورق كلمة تنزلها وتخلي علامة ستفهم لان هذي عدا السؤال. بس هو نزلت هذي ترتيب جملة لا اكثر. نزلت هذي لقال لك استخدمها وتخلي علامة بالاخير. دعنا نلعب تنز. قال لك وافق. وافق تقول ليس لتس. يس. اوكي? وتنزل لتس نفسها هياته. بس كلمة يس تحفظها وفارزها وراها. زي بعش عندنا. يعني شو نوع هوايتك المفضلة. عبر عبر عن تفضيلك باستخدام هنا طلاب الجملة نفسها راح تنزل ما راح نغير بها كل شي بس مجرد نحذف الوات اليور اصير ماي. نزل فاورايت هوبي هياته الفاورايت هوبي نزلت. والاز هياته الاز تنزله وتنزل لسومي يعني انت ما جاب الشي من عندك بس مجرد رتبت الجملة. اليور صارت ماي حذفت الوات اليور صارت ماي فاورايت هوبي نزلت. هنا الاز كذلك نزل والسوميق اللي قال لك استخدمها قال لك يقول سوميق استخدمها. يعني كل شي سهل وبسيط هذا السؤال وما باي تعقيد. بعش عندنا طلاب اه انا احب التخيم هل انت تحب التخيم? يعني يسوي خيمة يقعدون بالصحراء او عالشاطئ البحر. هنا قيل لك اه فراغ استخدم هنا طلابس راح تنزل هنا راح تنزل والفراغ الثاني راح تنزل هاي يعني هو اصلا منطق درجة بالسؤال. راح تقول له سهلة وبسيطة ما بها اي صعوبة. يعني بس مجرد حافظ الاي دونت. هاي يحفظ ليها الاي دونت. والاي دونت مو صعبة تحفظها. تقول او او ش راي حفظها الاي تعرفونا. ادي او او اه حافظيها انتو تعرفوها. وهاي النوت صارت عندك اي دونت. يعني ادعو صديقك حتى يحضر الى حفلة زواج اخوك. استخدم وديو لايك. انت من يقول لك استخدم لازم تستخدمها بالجملة. استخدم. استخدم وديو لايك. تنزل وديو لايك. تنزلها. وتبدي من اول بس اليور صير ماي. اوكي? واذا خليت هيور يعني ما اعتقد اي نقصك. انت كاتب للي وديو لايك. تو كم تو اليور صير ماي. يعني هل تود ان تحضر الى حفلة تخرج اخي. يعني مو اه كانت اه ادعوه حتى يحضر حفلة زواج اخيك. يعني اه الضمير يتغير هنا ايه. اه ندى كوك اذا دينار اه 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 افري داي. يعني الندى تدعو يعني تطبخ العشاء كل يوم. صح الفعل. هنا طلاب عندك دلالة ظروف التكرار اللي هي وكل يوم. نشوف الفاعل المفرد لو جمع الفاعل مفرد راح اخلي الفعل اس. اذا قال لك صحة الجملة بالمضارع البسيط طلاب هاي. راح تخلي اس للفعل. يعني علي يلعب مع اصدقائه كل اسبوع. في الجملة. علي نخلي وراء علي. دازنت. خلي وراء علي. دازنت. بلاي. اه لا يلعب مع اصدقائه اه كل اسبوع. هنا طلاب بس قلنا. بس قلنا علي. وراء علي راح نخلي دازنت. عندنا دلالة خالك يا هنا بالاحمران نشوف طلاب هذي وقال لك يعني نفي. وراء علي نخلي دازنت. والدازنت مو صعبة دقوا نضيف الها اي اس والنوت تعرفوها. خاف واحد يعني يتعاجز يكتب دازنت. اه اه هنا اعطا لها كل شو بدلالتك كلمة افري. همنا فيه. شو فاعل مفرد لو جامع مفرد راح نضيف له وراء 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 ذي نضيف دونت وراء ذي نضيف دونت. اصدقائي ارابيك ايفري داي. باش عندنا بعد عندنا نقطة خمسطاش يعني هو يلعب بالحديقة لعب بالحديقة البارحة. صح الفعل هناك كلمة يستردي دلالة على الماضي. لازم اضيف للفعل ايدي. اوكي? لازم اضيف للفعل ايدي. هنا نقطة ستة عشر ذا يستديد ارابيك يستردي هما درسوا اللغة العربية البارحة نقطف في لياها. هنا نقطف بس هنا انتبه علي البارحة. شوف النفي مال من مال المضارع البسيط ضفنا دازنت. مال ماضي البسيط نضيف ديدينت. ورا الزي. هي نفس الجملة تقريبا. بس هنا شبطة ذي هنا كل يوم هنا البارحة. البارحة الصير الفعل ديدينت تنظيف لها اذا كانت عندنا نفي. طلاب هذي كل الاسئلة الخاصة بقواعد اليونت الثاني. اه انت تقدر تراجعها مرة مرتين ثلاثة. راح تجيك من عدها. يعني نفس الطريقة. بالضبط. وتاخد درجة كاملة. اه ان شاء الله طلاب التوفيق. هالورقة راح تلقونها بقناتي على التليقرام. رابطها موجود اسفل وصف الفيديو. معرفة التليقرام كذلك. واول تعليق مثبت كذلك موجودة. اتمنى لكم التوفيق وشكرا لكم مع السلامة.